الله بالخير بينك وبوبجي وفيفا وفورتنايت والعاب كل شو هواية ما أخذ عقول الشباب ونسمع اتهامات أن هذه الألعاب تدفع الناس للعنف والانطواء والإدمان وإلى آخرهم من المشاكل بس دقيقة دقيقة معقولة نبقى ننتقد هذه الألعاب بدون منواكب أهم الإنجازات اللي بيها بالذات لما شبابنا العراقيين صاروا اليوم يتميزون ويتصدرون تصنيفات عالمية بالعاب مثل البوبجي والفيفا وغيرها بحلقة اليوم راح نشوف هاي الألعاب اش قد أثرت بحياة الشباب وش قد سوت صناعة جديدة ما مألوفة عندنا كعراقيين ابقوا يانا هاي لعبها على بلاي اللي هي لعبة The Last of Us الgame play مالتها حلو بيتشنت أكثر شي إنه لعبها بوبجي والله صراحة أنا يعني مو هواية الألعاب ولا ألعب الألعاب لأن تهدر وقت هيا بوبجي وما لازلت لعبتها بوبجي يظل السنتين هي شي أكثر أنا لعب بوبجي 24 ساعة يعني حتى بالشغل مانا اشتغلاني لعب بوبجي بعدين تعرف بقتلك شغل وهذا تركتها مع مستفى هذا الشي لا مجرد ونسوا تغذية وقت والله هو مو تغير جابي أما سلبي تعلمت شوية أشياء وصار صوتي عالي وصرت عصبي بالزايد ونفعل ونحت شوية واحدة نفعله وعصبية هذا الشي سلبي صار أنا شفت أنه التغيير الإيجابي يصير بعد بعض الناس إنه إذا واحد كان ضايج أو يريد ينفه عن نفسه فلتجي لعب الإلكتروني تغير تغيير نفسي إنه هي تساعدك بالوقت اللي مثلا تضايج بيه سترفع عنك هؤلاء أشياء ستغير بك هؤلاء أشياء من ناحية الولسة الجيمينغ بالإعراق شكل نقطة تحول عند المراهقين والشباب بالفترة الأخيرة وصار بالنسبة لهم مو بس لعبة تسليه فقط تطور الموضوع وتوسع انتشاره وصرنا نشوف تجمعات الشباب ما تخلم من البوب جي والشباب اللي لعبون طوبة ما يروحون إذا ماكوا فيفة والموضوع ترى مو من هسه من أيام جي للطيبين أيام السيقي والمايكرو والتيكين والبلاي وان والبلاي تو بعد يعني بلاي ثري وفور وفايف والأكس بوكس هاي الأجهزة صارت أساسية للترفيه بالنسبة للشباب صحيح أنت عندنا مو كل السريع بس تدرون صارت عندنا بطولات محلية بين المحافظات يشترك بيها مختلف الشباب والبنات مثل أكبر بطولة فيفا بالعراق اللي صارت ببغداد حتى ما نحكي أكثر خلينا نشوف هذا الفيديو عن البطولة الموضوع ما وقف عند هذا الحد اتطور الموضوع وصاروا شبابنا يلعبون وي العرب وي الجانب وصرنا بمستوى الوطن العربي كله يحتي عراقي لدرجة أكوا عرب بالطيارة صاروا كل الوطن العربي يقولوها وشبابنا حققوا مراكز متقدمة على مستوى العالم مثل فريق نيج ميجالكسي اللي حققوا بطولة أبطال العرب والشرق الأوسط وأصحاب المركز الثالث بفرق نقطة واحدة عن المركز الثاني على مستوى العالم بالبطولة اللي سوتها شركة تنسنت المصنعة للعبة بوبجو اللي حصلوا 330 ألف دولار والله زينا الفلوس وتأهلوا الشباب بسنغافورة ووصلنا الدور الستعاش وخسرنا ضد بطل العالم بفرق هدف واحد بس وها ترى الموضوع مو بس شبابي أكوا بنات أبدعوا بهذا المجال وصاروا محترفين وصاروا حتى أنظار العرب وحتى العالم وشغلهم كل شي احترافي لدرجة صار لعبهم والبث المباشر مالتهم هو شغلهم الأساسي أندي جي جي وحدة من أبرز اللاعبات العراقيات اللي وصل اسمها للعالمية من خلال البث المباشر أثناء اللعب رح نلتقى بيها ونتعرف عليها أكثر أني أندي جي جي خرجت هندسة حاسبات سنة 2016 ما لقيت فرصة عمل ففدها القناة باليوتيوب صار عندي مشتركين بعد فترة ودعمه هواية فاجأني عقدة على الفيسبوك وأني حاليا دابت بالفيسبوك صار لي ثلاث سنوات بسبب ضيق الوقت ما قدرت أبقى يوتيوبر ويا معاني ستريمر فأني حاليا ستريمر اللي شجعني هما صدقاء فديهم طرحت عليهم فكرة اليوتيوب فقالوا ليش لا جربوا يشوفوا وانتووصلين أنا بتبداية هم فتحت قناة وصمموا لي شعار وامور هذي شوي شوي بديت أسهم محتوى موجه للأطفال بعدين شوي شوي اشتهر المحتوى ما اتفر عندي متابعين هواية فوراها صراحة أهلي بموضوع القناة أجبتهم الفكرة فقالوا ليش لا شي سهل وواحد يشتغل من البيئة وحلو كانوا مشجعين إلي إياهم بهذه الفكرة وما زالوا مشجعين إلي بعدكم طموح منو صفحتي وقناتي تشتهر أكثر مثل القنوات العالمية هشتي بدعم أكيد من متابعيني وهذا راح يساهم بزيادة دخلي وخليني اعتمد على نفسي وما احتاج شغل تاني وتكون هذي وظيفتي الأساسية اللي اعتمد عليها حال حال أي عمل أبعد الصبح عندي جدول ما اللايبات عندي به اللايب الصباح أو الشبت الأول أكمل شغلي وبعدين أكمل حاجات البيت أشوف أهلي شي يحتاجون أروح للجيم أطلع العصر أرجع بالليل عندي لايف الثاني يكون أخلص اللايب الثاني ويمكن المتابعين وراها على الحال أي ابنية تدخل بأي مجال عمل شوي يكون بالبداية مو مقبول بالأخص أنه أكثر الأعمال يشغلوها رجال وإحنا هم كبنات حالنا من حالهم ونريد نعتمد على النفسنا ونعي العوائل بالتالي احتمالك وناس ما تتقبل الفكرة أو شي من زمان وإحنا نسمع مختلف وسائل الإعلام يحكون عن الآثار السلبية للألعاب الإلكترونية على الأطفال والمراهقين وشلون تتسبب بدمار شامل للعقل والسلوك بس دقيقة الدراسات الحديثة تقول عكس هذا الشي تماما شلون أنا قلكم شلون مثلا ببحث أجرات دكتور بيتر غري هو دكتور متخصص بالعلوم النفسية بكلية بوستن الدراسة ركزت على نقطة مهمة ورئيسية وهي الإدراك وقالت هذه الدراسة على أنه الألعاب ترفع نسب الإدراك عند الأطفال وتكوين معدل ذكاء مرتفع مو بسهيش اليوم صاروا يستخدموا الألعاب الإلكترونية لعلاج الناس من مشاكل نفسية وذهنية وبالعراق هاي الألعاب تطلبوا فرصة للشباب يكون بيناتهم شي مشترك وهواية من هاي الألعاب ممكن يلعبوها ضمن فرق وعلى هذا الأساس تشكل الاتحاد العراقي للألعاب الإلكترونية تخيلوا عندنا اتحاد خاص بالألعاب الإلكترونية وبمحبي الألعاب واللاعبين وغيرها 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 واللي يعتبر هذا الاتحاد تجربة مهمة ورائدة بهذا المجال خلونا نتعرف على هاي التجربة الحلوة ونشوف شنو انجازات هذا الاتحاد طبعا الاتحاد العراقي للرياضة الإلكترونية تم الاعتراف به نهاية 2020 شهر 12 بس هو إذا ترجع لطرق تأسيسه فهو لـ 2010 بداية الفكرة مالتا يعني مثل ما نقول الفكرة مالتا هو طموح شبابي صراحة يعني يعني اللي قدامك لاعب غيمر مثل ما يسمونه شاركنا بطولة عالم وكانت من الجانب سنقول الهوات ولكننا محترفين اللعب طبعا وتأهلنا الكيس العالم في كوريا بالتالي خاطبنا والمفروض أن نشارك هناك قالوا اوكي مونت وعنطر لكم لازم اتحاد مالتكم هنا صدمة وخذنا صراحة وإحباط لأننا لا نحن اتحاد يمثل اللاعبين العراقيين حتى يشاركون كمحافل دولية النشاط الأهم اللي هو البطولات على مستوى البلد يعني بطولات بمختلف الألعاب مختلف المحافظات بكل مكان بطولات عالمية على أساس يتحدد منتخب الوطن يمثل هذه اللعبة عدد العضاء الاتحاد تدرون يعني تدرون يكون بورد ممبر وستاف ويكون هيئة بورد ممبر تسبب مصطلحات الادارجة الهيكلية ونسموهم أعضاء الهيئة الادارية والأعضاء الهيئة العامة فالبورد ممبر هما عشرة لهم أعضاء الهيئة الادارية أما الهيئة العامة فهم 100 شخص بس كأعضاء مشاركين وكلعبين بالاتحاد أكثر من خمسة الاف إلى عشرة الاف شخص رح يكون حجم اللاعبين وحجم الناس المشاركين رح يوصل تقريبا 100 ألف ورشيط عنه نفتخر به طبعا بالنسبة للأعمار مثل ما تعرفوا نحن ملتزمين بالقوانين الدولية فهي أكثرها زائد 16 بس كأعضاء هي إدارية لا عضاء هي إدارية كلها لازم فوق العشرين سنة وتوصل للأربعين سنة بين هي الإدارية طبعا رسالتي للأهالي بسيطة هي نقول لهم شيء يكون فرق بين الإدمان وبين المهنة أو الرياضة أو الحرفة حتى بوقتها بعمرنا كان لن يخل نلعب طوب الشارع وغير شيء وكذا هالأمور نعم الأدوات اختلفت تكن الوجه صارت أكثر إذا مو إدمان يمارس بأوقات فراغة لأنه يفرغ طاقاته طاقته السلبية عن طريق احتمال يتعلم وإحتمال هو موهب بهذه الرياضة يعني أقرانه مو بعدين أنا أحد أصدقائي عقده حاليا وفيسبوك وهو يبث حاليا عقده فيسبوك 12000 دولار بالشهر يعني مو بعيد أنه يكون حال حال هذا الشخص يعني ما كو مشكلة بالموضوع زي في يوتيوب نازل تربح من عنده فبالعكس يكون إنسان تقني تكني ودهن يتفتح الألعاب يعني هي تخلي ترى يعني مو بس هي مجرد أنه هواية أو تسلية لا يتنمي التفتير يجب أن يختار أقصر الطرق يستثمر موارد غيرها فهي كون شيء معقد على ما نفعل يعني سيناريو كامل نعرف قصة كاملة واستجابة ورد فعل بالعكس فنقول بس بالتالي أنه كل شيء بوقته كل شيء بقوانينه هو حلو كل شيء يزيد عن حده هو موزين أكيد طبعا وليه يصير الإدمان ولكن لو كانت عندهم فرصة وليس دوم يقولوها يقول لك كل شيء يزيد عن حده ينقلوه بضده يعني الموضوع ما للعاب الإلكترونية نفس السالفة بس مو معناها سمعتوا بها فائدة معناها نقضيها فيفا وبوبجي ونقصر بدراستنا ونقصروا ويعوائننا والصبح ما نطلع للشغل لأنه والله نقضيها على بالمقابل أهنة لازم نستوعب التغيير الذي يصير بكل العالم وزقد هذه الألعاب إذا كان الإبن أو لبنية موهوبين ومحترفين ممكن يكونون أبطال عالميين ومفخرة لكم وللبلد بالأخير متابعين أريد تكتبولي عن تجارب ونجاح اللي تعرفوها بهالمجال بالتعليقات وصلنا للنهاية شكرا للمتابعة أو دعناكم